موسيقى ساعة الآن وحدة ودقيقتين تقريباً وما زلنا معاك عزيزي المشاهد على الهواء مباشرة في استوديو 300 وما زال معانا ضيفنا الفنان سعد الفري تعبت ولا بعد؟ لا صباحي أبو بدر إحنا وصلنا هذا الورد من أحد معجبين ومشاهدين واللي يستمتعون بمشاهدة أعمال الفنان سعد الفري الأخ خالد حمد الفوزان الأخ خالد يقول أن لك حادثة طريفة أثناء تصوير فيلم بس يا بحر أهل حادثة إذا تذكرها يا ريت تقولها لنا ايه ايه في الجليعة في الجليعة كنا نصور بالليل فيلم بس يا بحر 69 سنة 69 بقصر جابر العلي الشيخ جابر العلي كنا على الأسكلة وكاني بروجيكترات وإضاءة خاصة للتصوير على فكان تقريبا مدة ساعة أو ساعتين ما عندي أنا تصوير وقعت على طرف الأسكلة عندي خيط وقعت أقط وشي عجيب نعم أقط واسحب منها السبيطية نعم كل السبيطي هالطول أول مرة صيد سبيطي أنا يعني معانا يمكن حوالي خمسين ستين نفر اللي قاعد يصورون إيون ناس يمي يقولون مني ومني ما يشدون هذه الحادثة ترى شاهد يقولون الحداك شذاب نعم بس تراهي مينش بسج عليها شهود عياني عليها شهود يشدون اللي يا جماعة تذكرون أقط وحمل منها السبيطية الشاهد الله أنا صايد لا يقل عن 10 أو 12 سبيطي كله سبيطي شدي اللي منباتر القدم مال البحارع ومال اللي يصورون وكلهم قداهم أنا صايدة سبيطية أنا استعنيست قلت دعم إنا قاعدين نصور في مصورين اتصلت قلت تعالوا على أساس أني تعال صوروا يصوروني وأنا أطلع سبيطية نعم إيه ودز واحد في ححيل ويبلي من هالخيوط السنعة ويبول لي هالربيان العدل ويبول لي مصران الدياي ويبول لي ميد ييم أشكال ألوان اللي أنا صدتهم ما كان ييم وما كان يعني ويونا مصورين اثنين أساس هم يصوروني وأنا أطلع بهالسبيطية وي نفس محلي اللي البارح وأقعد البارح كنت بتشتاشتي وقترة وأقال نعم لا لقيت بالوزار نعم كنت بتشتاشتي مكشف راسي وحاط لي واحد مني يطاولني الهيمة مني عدللي قلت أنا ترى البارح وايد غزتني سبيطية أبي واحد يفكلي نعم وقت الحين قاعدين وأربع ساعات ولا زفرة ماني برشي مو مصد ماني برشي حسين حسين قائلا فسر BRات يوم موسيقى شكرا